الحديث اليوم عن البعد الاجتماعي وكنا دائما نقول أنه مجموعة من الحلول الاجتماعية قد تسد ثغرة أو قد تحدث تغييرا بسيطا بالصورة القاتمة الصورة الاجتماعية التي صاحبت طبعا وتصاحب الحروب عادة في كل بلد من بلدان العالم مشكلة اجتماعية كبرى كنا نقول ستنتظر سوريا وتنتظر السوريين وبدأت بلاعمحها تتكشف تباعا بكثير من تفاصيلها الدولة تحاول قدر الإمكان أن تعفو أن تصفح على من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وبالتالي هي إعادة دورة الحياة من أجل أن يكون هناك بالفعل منطق الصفح الذي تتبعه الدولة مقابل حسن المواطنة الذي يجب أن يبديه المواطن الذي تم صفح عنه وتم تسوية أوضاعه من أجل أن تعود دورة الحياة الاجتماعية تابعنا قبل مدة العفو عن بعض الموقوفين من مناطق الغطاء الشرقية وكان هناك استقبال جماهيري من الأهالي لهؤلاء العائدين والذين كانت بمبادرة حسنية واضحة من الدولة السورية وهي ليست المرة الأولى التي يفرج بها عن موقوفين من أجل فقط أن يكون هناك دور حقيقي للدولة في المجتمع من أجل المرحلة المقبلة ماذا عن مجمل هذه الحركة التي يمكن أن نقول أنه يجب أن تتبع بالكثير من الإجراءات حول هذا الموضوع وغيره أتحدث مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ علي الشيخ عضو مجل الشعب أهلا ومرحبا فيك أستاذ علي أهلا وسهلا حضرتك من أبناء ريف دومة وبالتالي الغوطة الشرقية بشكل عام عانت كثيرا من تفاصيل التي تابعناها عبر سنوات من الإرهاب ومن اليوم إعادة البناء التي نقول يجب أن يكون هناك إعادة بناء إنسان وبناء الحجر أيضا في الغوطة الشرقية هذه الخطوة كيف نظر إليها وخصوصا أنها كانت بضمان وبرعاية من المجتمع مع الدولة السورية الله يسعد مساك ومساك السادة المشاهدين طبعا في المقدمة الرحمة لأرواح شهدان الأبرار شهداء الجيش العربي السوري وقواه الرديفة والداعمة والشفاء للجرحانة والنصر المؤذر لشعبنا الصابر الصامد وجيشنا الباسد بالتأكيد كما تفضلت حصل كما كل مرحلة وكل فترة مجموعة من الانفراجات وضمنا كان في هذه المرة بعد أن تشرفنا في الغوطة الشرقية وفي مدينة دومة أن كان معنا سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد مع أبنائه وأهله في مدينة دومة يوم النصر الكبير يوم الاستحقاق عندما شاهده أبناء سوريا وكل العالم على وسائل الإعلام أن السيد الرئيس اليوم في مدينة دومة هذه المدينة الرائعة الطيبة الجميلة كما كل جغرافيا سورية لكن دائما نقول نعتزد نحن بمسقط رأسنا وبمدرنا وبالتالي من أبناء الغوطة الشرقية فتشرفنا في هذه الزيارة وهذا الموقف الذي ظهر فيه سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد عندما التقى أبنائه وأخوته ورفاق للدرب التقى مع هؤلاء المواطنين بعد أن أدل بصوته في مدينة دومة وحقيقة الأمر عرض الأخوة المواطنين الأهل والأحبة أعرضوا على سيد الوطن مجموعة من المشاكل والمعانات التي يعانوها سواء على القضية الخدمية أو القضية الاقتصادية أو الاجتماعية وضمنا مسألة الناس الذين ظلوا الطريق وبالتالي هم موجودين لدى المؤسسات القضائية أو موقوفين لدى إحدى الجهار هؤلاء الذين ظلوا الطريق حقيقة الأمر سوريا ومنذ اللحظة الأولى لهذه الحرب الظالمة على سوريا وكلنا نعلم أن هناك ما يزيد عن 12 مرسوم صادر عن سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد للعفو عن من ظل الطريق وأبناء الوطن والهدف هو كما تفضلت إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا عناصر فاعلين خاصة والكل يدريك وفي مقدمتنا السيد الرئيس أن هناك في هذه المؤامرة تورط العديد من أبناء الوطن فبالتالي كان هناك فرصة عبر هذه المراسف وفرصة أخرى عبر المصالحات الوطنية التي تمت والتي ساهمت وبشكل كبير لآعدة تثبيت الأمن والاستقرار وعودة من ظل الطريق إلى أهله وناسه بعد أن عرض الأهل وأبناء الغوطة الشرقية وأبناء دومة على سيد الوطن مجمل قضاياهم يعني طلب شخصي كامل سيد الرئيس طبعا طلبوا قضايا خدمية وطلبوا قضايا خدمية واجتماعية واقتصادية ومن ضمن النساء والأطفال وكنا قبل فترة إذا لاحظت في زيارة إلى مدينة دومة عندما التقينا مع كل أبناء دومة كان سيد المحافظ موجود ورفيقنا أمير الفرع ومجموعة من المعنيين بالقضية عرضوا نفس هذا العرض وجه سيد الرئيس لكل الجهات أن تبدأ بإجراء مراجعة وبالتالي الإفراج على هؤلاء الذين أوقفوا لأنهم ظلوا الطريق أو بسبب ارتكابات وحقيقة الأمر توفر يعني حتى الآن أربع دفعات تم الإفراج صاروا أربع أربع دفعات الدفع الأولى كانت في مدينة دومة والثانية في عربين والثالثة في النشابية ثم عدنا إلى دومة والآن إن شاء الله سيكون في مراطق أخرى نعم وما شاهدناه من هذا الاستقبال الجماهيري هو يعني عرضون حب ووفاء للسيد الرئيس لأنه حتى هؤلاء الذين ظلوا الطريق استفادوا من رعاية السيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ونحن اليوم في مجلس شعب وفي لجنة المصالحة تحديداً وأنا رئيس لجنة المصالحة يأتينا العديد من الطلبات ونقوم عبر السيد رئيس مجلس الشعب دراستها وتصنيفها ورسالة إلى جهات ذات الصلة للمعالجين هذا الإجراء وهذا الإفراج وهذا العطاء الكريم للسيد الرئيس بشار الأسد أعاد البهجة والسرور إلى مجموعة كبيرة من الأسر من الأبطال من العائلات من توصيف حقيقي للحالة الاجتماعية بأن أنا لدي وقد لاحظنا على وسائل الإعلام وأثناء اللقاء مع ذوي الموقوفين في هذه المناطق التقين مع الأسر وقالوا اليوم نتقدم بالشكر للوطن وسيد الوطن على هذا العطاء وهذه المكرمة لأن حقيقة الأمر هم يدركون تماماً أن أبنهم الذي ظل الطريق وبالتالي كان موجوداً في إحدى المؤسسات القضائية أو إحدى الأجهزة يعرفوا أنه ظل الطريق وطورت وبالتالي هناك فرصة لإعادته إلى دورة الحياة وليكون عنصر فاعل ونحن نطمح وخاصة أنه كما تفضلت حضرتك مسألة إعادة الإعمار بشقيها سواء الحجر أو البشر اليوم الطموح أن من ظل الطريق من أبناء الوطن أن يعودوا للوطن ويساهموا على إعادة البلاء بشقيها نعم أيضاً في موضوع أيضاً كثير من الشكاوي كانت قد وصلت عليه ومناشدات لأعلى الجهات بالدولة وهي خصوصاً أنه في ابتزاز عم يتعرض له الأهالي حتى الآن الذين لا يعرفون أين أبناؤهم هل هم مخطوفون هل هم موقفون هل هم مسجونون لا يعرفون حال أبنائهم يتعرضون الابتزاز أن واحد يقولون والله هاته مصاري أنا بعرف لكم وينه هاته ما بعرف شو هذا الملف أيضاً يجب أن يلحظ نعم بدور الوجهة ولجان المصالحة وأعضاء مجلس شعب مع الجهات المعنية في الدولة بالتأكيد اللي تفضلت فيه حصل وهذه المسألة وأعتقد أنه حضرتك تذكر تماماً أن في مرحلة مراحل وقفنا في وجه منح البطاقات لهؤلاء الذين كانوا يدعوا بشكل أو بآخر وصلتهم سواء بالحيئة أو بالوزارة نعم وحتى في الآوينة الأخيرة حضر البعض منهم إلى مجلس شعب وأبدأ أنه لدي الرغبة في العمل في هذا الملف فاعتذرنا منه تماماً لأن حقيقة الأمر لجنة المصالحة الوطنية في مجلس شعب هي عبارة عن مجموعة من الناس الخيرين الفاعلين الذين لهم أثر اجتماعي وخيري في محافظاتهم وهم موجودين على مستوى كل المحافظات السورية اليوم نحن طلبنا طلبنا عبر القرى والنواحي والمناطق أن تكون هناك قوائم وأن تقدم هذه القوائم وحقيقة الأمر عم تسجل بديوان في مجلس شعب نعم وعم تجيب وزملائنا أعضاء مجلس شعب نعم وتدرس في اجتماع اللجنة وتعرض على السيد رئيس مجلس شعب وبالتالي السيد رئيس مجلس شعب بكتاب خطي توجه إلى أجهات ذات الصلاة نعم للرد على مضمون هذه الكتب وحقيقة الأمر هذه المسائل عندما يأتي مواطن يسجل في ديوان المجلس أو عبر المؤسسات الموجودة على الأرض نعم أنه أنا لدي مفقود لدي موقوف من تاريخ كذا لدي لدي هذه المسائل عم نحط كل المعطيات وعم يتم إرسالها اليوم من يجد أن هناك من يبتز عليه أن لا يقف ساكتاً إطلاقاً نعم يجب أن يتجه مباشرة ما هو ما بيعرف أنه مبتز غير لبعدين لبعد ما يكون دفع له مصاري ولبعد ما يكون خلص ما هو المشكلة كمان هذه القصة نعم يعني اليوم أنت إذا إليك قريب وما قل لك شو حالك شو بدي عرفها نعم أو صدف واحد أحياناً تسهر أنت وياه كل يوم بالآخر بيجي بيقول لك أنه فلان طي أنا أنا كل ما أتمناه وعبر هذه الشاشة وعبر هذا البرنامج وعبر حضرتكم الذين يعني تعودنا فيك الجرأة والصراحة بطرح القضايا مباشرةً هيك اليوم كل مواطن يقع ضحية مبتز أو سالم أو عليه أن يتجه مباشرةً ونحن جاهزين لتلبية الشكوطة ونتجه معه إلى جهات ذات السلطة سؤال الأخير وسريعاً كنا نتحدث منذ بداية الأحداث في سوريا وحتى اليوم أنه جزء كبير من دور المنظمات الشعبية في سوريا من دور الاتحادات في سوريا اتحاد الشبيبية الطلائع اتحاد الرياضي الأنشطة الرياضية الأنشطة الاجتماعية وزارة الشؤون كل جهة معنية بالأمر الشبابي والأمر الاجتماعي كان دورها غائباً أو لم يكن غائباً ولكنه لم يكن مفعلاً وبالتالي جزء كبير من الشباب شفناه الراح وورا الإرهاب لأنه ما كان فيه شيء يشغل مواهبهم ويشغل قدراتهم ويشغل وقتهم كما يجب أن يكون شو ممكن يكون الدور يعني أنا سعيد جداً في هذا للطرح وهذا السؤال خاصةً أنني ابن هذه المنظمات أنا تربيته في منظمة تحشفت التورة وأعتز في هذه المنظمة اليوم لدينا في سوريا ما يزيد عن عشرة إلى اتناعش ألف نعم شاب وشابة يجب أن تعبأ طاقات هؤلاء الشباب وإيجاد مطارح للنشاط الإيجابي وإذا لم نجد هذه المطارح التي تجعل النشاط الإيجابي أعتقد سنرى منعكس سلبي هذا الجيل يجب أن تعبأ طاقاته عبر معسكرات مخيمات دورات تأهيلية دورات رياضية صالات للأنشطة مراكز نشاط شبابي وأنشطة المنظمات والدولة لأنه فيه أنشطة عم تتروح بالشق التجاري والشق المادي عم ترهق الناس سجل دورة إسباحة مدة عشرين يوم عم تدفع ثلاثين ألف مثلاً أو أربعين ألف الضامن الضامن سيدي كريم الضامن لنا أبناء سوريحية مؤسسات الحكومية حقيقة الأمر لأنه يعني أنا أتمنى أن يكون القطاع الخاص بكل مستوياته يعني ينظر بإيجابية أو لمستقبل أفضل لكن اليوم الضامن إنه القطاع العام هي الدولة بتشكرك جزيلاً شكر شكراً 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 شكراً